اشتعر الفنان يوسف داود في الوسط الفني بأنه مهندس الكوميديا رحل الفنان يوسف داود عن عالمنا عن قرابة 9 سنين ورهو مرور السنين إلى أنه مازال هناك الكثير من الأسرار لم تكشف عن حياته اتولد يوسف داود أبو يوسف جيرج الصليب في 10 مارس سنة 1938 في الأسكندرية أسرته كانت متوسطة كان متفوق في درسته منذ الصغر والتحج وكلية الهندسة جامعة القاهرة وتخرج منها سنة 1960 عمل الفنان يوسف داود مهندس في بداية حياته بوزارة الكهرباء كانت بدايته في التمثيل في مصرحية زوائي المدأ اعتبر النقاط أن بداية الفنان يوسف داود كانت سنة 1985 وده بعدما عمل في فيلم زوك تحت الطلق مع الفنان عاد الإمام وليلة علوي برع في تقديم الأدوار الكوميدية وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات والأعمال الدرامية التلفزيونية والمصرح عمل مع العديد من الممثلين وأكترهم الفنان عاد الإمام كان لكم في الشارع والنمر والأنسة والإرهاب والكباب وأمير الظلام وغيرهم عمل أكتر من مئة عمل درامي ما بين المصرح والتلفزيون اعترفت بنته دينا في لقاء تلفزيوني أن الفنان يوسف داود كان صوته عالي في البيت الأمر دا أثر على قدرتهم السماعية اعترفت دينا أن والدها كانت بتربطه علاقة قوية بين وبين الزعيم عاد الإمام حتى أنهم كانوا بيكتمعوا مع بعض من أجل لعب الطولة في الصباح وقالت دينا في يوم من الأيام اتفوق والدها على الزعيم عاد الإمام الأمر دا اللي خل عاد الإمام ينطئم منه على المصرح أثناء تقديم إحدى المصرحيات اللي جمعتهم أشارت دينا أن والدها فضل بالخدمة العسكرية لسبع سنين بسبب الحرب وكان منذ صغره مصقف وبيحب الاطلاع وبيستمع دايما للقرآن الكريم وخلال فترة تجنيده استطاع أن يجذب الجنود إليه بحديثه وفي إحدى المرات كانوا بيبحثوا عن شخص يقوم بإلقاء خطبة الجمعة فأختروه دون معرفة ديانته فوافق هو وصعد المنبر ولكن عندما جاء القائد طلب منه النزول وقام بمعجبته حسب حديث بنته كان الفنان يوسف داود مصقف جدا ومتسامح لأبعد الحدود أشارت بنته دينا أنها كانت بتستغرب من مشاهدته للقناة الرحمة بسفة مستمرة وكان جوابه دايما أنه بيستفاد من طريقة القاء اللغة العربية لأنها بتفيده في شغله الفني ولأنه كان بيحبه وعن فترة مرضه أوضحت بنته دينا أنه كان مريض بالفشل الكروي وكان بيقوم بعمل غسيل ثلاث مرات في الأسبوع اتوفى يوسف داود فجر يوم الحد 24 يونيو سنة 2012 بعد صراع مع المرض عن عمر يونيز 74 سنة لحد هنا نكون خلصنا الفيديو قبل ما نمشي ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الإشارات أسبكم في رعاية الله وأمن وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته